قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي ان تنظيم داعش في سوريا تمت هزيمته بنسبة 100% وحان وقت عودة القوات الامريكية واضاف ترامب ان الولايات المتحدة تراقب الوضع وتأمل ان تقوم تركيا بما هو صواب مؤكدا انه ليس متحيزا لاحد بقرار سحب القوات الامريكية من شمال شرق سوريا واشار ترامب ايضا متابعين الى انه ابلغ نظيره التركي رجب طيب اردوغان بان لا يسمح باصابة جندي امريكي خلال تواغل قواته في المنطقة العزلة شمالي سوريا وانه ستكون هناك مشكلة كبيرة اذا حدث ذلك على حد تعبيره